اشتركوا في القناة وقد ألقى معالي السيد أنطونيو جوتريش الأمين العام للأمم المتحدة بيانا أدان فيه الهجوم على منشآت نفط في المملكة العربية السعودية مؤكدا أنه عمل غير مقبول إطلاقا وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية انتقد الإجراءات الانفرادية التي تهدد حل الدولتين وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التوقف عن سباق التسلح وعن التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول من جانبه استعرض معالي السيد تيجان محمد باندي رئيس الدورس الرابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في هذه المرحلة ومن أهمها القضاء على الفقر والإرهاب والارتقاء بالتعليم والصحة وتوفير فرص العمل وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة انتقد فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفه بالنظام القمعي في إيران الذي يرفض السلام ويتبع ويتبع استراتيجية مدمرة هي استراتيجية الموت مؤكدا أن إيران من أوائل الدول الراعية للإرهاب وتقوم بتغذية الحروب والصراعات كما في سوريا واليمن وتبدد ثروات الشعب الإيراني مشددا على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل فرض العقوبات الصارمة على إيران ومن أبرز المتحدثين بالمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في يومها الأول فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من زعماء الدول ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة